السلام عليكم درسنا النهاردة عن اسم الله تعالى الشكور معنى اسم الله تعالى الشكور هو الذي يتقبل من عباده العمل المشروع الخالص له ولو كان قليلا ويكافئهم بالكثير من الأجر والحسنات معنى اسم الله تعالى الشكور إن ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل منه العمل المشروع العمل المشروع ده اللي بيوافق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالص له إنه تكون مخلص في العمل بتاعه ولو كان قليلا لو كان العمل ده قليل ربنا تبارك وتعالى بيكفئنا باسمه الشكور بيكفئنا بالكثير من الأجر والحسنات أن أنت تعمل حاجة أليلة جدا وربنا تبارك وتعالى يجازيك بأجر كبير جدا زي ما أنت تعمل الحسنة الحسنة بكام؟ بعشر أمثال لغاية كام؟ لغاية سبعمائة ضعف كما قال صلى الله عليه وسلم من صفات العمل المقبول أن يكون مشروعا خالصا على شأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك العمل والعمل ده يكون مقبول أنه لازم يكون مشروع وخالص مشروع يعني إيه؟ يعني يوافق ما أمر الله به سبحانه وتعالى وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى شروط قبول العمل أول شرط أنه يكون موافق لما أمر الله سبحانه وتعالى به وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به تاني حاجة خالص يعني يكون أنت مخلص في العمل ده الذي يبتغي به الفرض مرضات الله سبحانه وتعالى بأنه خالص أنه أنت بتعمل العمل أنت بتصلي لله انت بتصوم لله انت النية بتاعتك خالصة لله سبحانه وتعالى مش انت بترائي يعني ان انت بترائي يعني ايه يعني ان انت لما شفت فلان بيبصلك وانت بتصلي فانت احسنت واتقنت العمل فانت كده ما انتش مخلص العمل ده مش متقبل يبقى العمل عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبله لازم له شرطين ان يكون مشروع وان يكون خالص مشروع يعني موافق لما امر الله سبحانه وتعالى به وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم تاني حاجة أنت تكون مخلص في العمل بتاعه أن النية بتاعتك تكون لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كيف يشكرني الله سبحانه وتعالى الشكر من الله سبحانه وتعالى يكون بالجزاء والعطاء والثواب المضاعف أنت بتعمل عمل قليل وربنا تورك وتعالى بديك عطاء وثواب مضاعف قال الله سبحانه وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ربنا تبارك وتعالى بيوفلنا الأجر بتاعنا يعني بيدينا الأجر بتاعنا كامل غير منقوص وبعد كده يزودنا كمان وده من فضله سبحانه وتعالى السبب أنه غفور شكور أنه كثر المغفرة وأنه يشكر العمل القليل للعبد ويكفأ عليه أجر عظي تدل الآية على أن الله سبحانه وتعالى يقبل القليل من العمل الخالص أنه لازم يكون مخلص الإنسان مخلص لله فيغفر الذنوب العبد ويثيبه بالجزيل من الثوى إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك وإن ربنا يجازيك ثواب عظيم إن ده الشكور الله تبارك وتعالى يجازي على العمل القليل بالأجر الكثير قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ربنا تبارك وتعالى يقول اللي يجب حسنة يعني يعمل حسنة وحدة له عشر أمثال يعني أنت قرأت حرف من القرآن لك عشر حسنات الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثال وإنت عملت أي حسنة الحسنة دي تكون لها الجزاء عشر أمثال وأزيد الزيادة دي تصل لغاية سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء يظهر الحديث النبوي الشريف رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده فجزاء الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا إن الحسن اللي احنا بنعملها الوحدة ربنا بيدلنا عشر أمثالها أو أكثر بتصل لغاية سبعمائة ضعف مثال إذا تصدق العبد بجنيه واحد أنت طلعت جنيه وتصدقت به يثيبه الله سبحانه وتعالى بعشر حسنات أو أكثر ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر كام عشر حسنات أو أكثر من ذلك زي رجل سقى كلبا فأثابه الله سبحانه وتعالى بالجنة إن أنت عملت حسنة والحسنة دي قليلة إن أنت سئت كلب فلما سئت الكلب ربنا تبارك وتعالى شاكر لك شاكرك فغفر لك وأدخلك الجنة مع إنه عمل بسيط إن أنت جبت شوية مية وإنت سئت كلب إنه هو عدشان وإنت سئته ده عمل قليل ربنا يجازك إنه يدي لك الجنة فتجد هذا من اسم الله تبارك وتعالى الشكور كيف أشكر الله سبحانه وتعالى إزاي العبد يشكر ربنا سبحانه وتعالى يشكر العبد الله سبحانه وتعالى على عطائه ونعمه وثوابه باللسان والقلب والجوارح ثلاث حاجات إن أنا أشكر ربنا سبحانه وتعالى باللسان وإن أنا أشكره بقلبي وإن أنا أشكره بالجوارح يعني إيه باللسان إن أنا أشكر ربنا باللسان إن أنا أكثر من قول الحمد لله اللهم لك الحمد وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صباحا ومساءا في أذكر الصباح والمساء أن نحن نقول لما نصبح ولما نمسي اللهم ما أصبح بي من نعمات أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أن أنت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتحمده باللسان بتاعك كل الصباح وكل مساء وعلى نعم الله تبارك وتعالى الكثير الألباني معناه أنه صححه الإمام الألباني وهو إمام في علم الحديث يبقى أن أنا بشكر ربنا باللسان أن أنا بقول اللهم لك الحمد ولك الشكر تاني حاجة أن أنا بشكر ربنا بالقلب يعني أشكر ربنا بقلبي أن أنت تسلم أن جميع ما لدينا من نعم هي من الله سبحانه وتعالى وأن نستشعر نعم الله تعالى علينا أن أنا بستشعر بقلبي أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنعم علي كل النعم اللي أنا فيه كل ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من النعم هي من الله فأنا بستشعر ده بإيه بالقلب فأنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى بقلبي يبقى أنا بشكره باللسان إن أنا بقول اللهم لك الحمد ولك شو وإن أنا بشكره بالقلب إن أنا بستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى علي طب بالجوارح إن أنا أؤدي الفرائض كلها ربنا تبارك وتعالى أنا معلية بالصح وفرض علي فرائض قال إن أنت تصلي فأنا من شكر النعمة إن أنا صلي لما أنا صلي يبقى أنا بشكر نعمة ربنا عليها في الصح إن أنا ربنا تبارك وتعالى أنا معلية بالمال فلما ربنا تبارك وتعالى يأمرني ويفرض علي الزكاة أننا لما طلع الزكاة بأنا بشكر نعمة ربنا علي اللي هي أنعمة علي في الماء يبقى أننا لما أدي الفرائض وأننا ساعد غيري وأننا أتحل بالأخلاق الطيبة كل ده أنا بشكر ربنا بالجوارح كالصلاة والواجبات ونبتعد عن المعاص والمحرمات أنا بتعد عن المعاص والمحرمات وآتي ما أمرني الله سبحانه وتعالى به من الطعام كل دي شكر نعمة ربنا بالجوارح نستخدم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا في طاعته سبحانه وتعالى وخدمة عباده إننا لما ساعد واحد محتاج إننا لما أقف جنب واحد كل ده من شكر النعمة ربنا سبحانه وتعالى علي ومساعدة المحتاج ونلتزم بمكارم الأخلاق إننا يكون عندي أخلاق حسنة وأن نحافظ على نعم الله سبحانه وتعالى علينا إننا نحافظ على صحتي إننا نأكل طعم صح إننا نمنوم جيد للمحافظة على صحتي أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى بثلاث حاجات إن أنا بشكره باللسان إن أنا بشكره بقلبي إن أنا بشكره بالجوار باللساني إن أنا بقول الله ملك الحمد ولك الشكر صباحا ومساء وفي كل وقت بالقلب إن أنا بستشهر نعم ربنا وإن كل نعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمها هي منه سبحانه وتعالى واحد الجوارح إن أنا أطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرني أنتهي عما نهاني عنه إن أنا أساعد غيري إن أنا أحفظ على نعم ربنا سبحانه وتعالى علي وإن أنا أتحلى بمكارم الأخلاق شكر الناس كما أن العبد يمكن أن يشكر الله سبحانه وتعالى بشكر الناس على معروفهم وإحسانهم برضو إن أنا أشكر ربنا سبحانه وتعالى إن أنا لو حد عمل معي معروف أو أحسن إلي أن أشكره وده من شكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله إن أنا لما أشكر الناس على معروف عملوا معي أو إحسان أحسنوا إلي أنا كده بشكر ربنا سبحانه وتعالى فالحديث يحسن فيه النبي صلى الله عليه وسلم على شكر الناس على إحسانهم ويكون شكرهم إما بالثناء عليهم إن أنا أثني عليهم خير أو بالكلمة الطيبة والدعاء لهم إن أنا أدعي لهم إنهم أحسنوا إلي وإنهم عملوا معايا معروف ويشير إلى أن شكر الناس على معروفهم من شكر الله سبحانه وتعالى يبقى أنا بشكر الله سبحانه وتعالى لما بشكر الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى نشاط رقم واحد يقبل الله تعالى العمل من عباده ويثيبهم عليه اكتب شروطه اللي هو شروط قبول العمل أول حاجة موافقة العمل لما يقوله الله سبحانه وتعالى ولما فعله صلى الله عليه وسلم تاني حاجة أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى يبال عمل المشروع أن يكون مشروعا وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى نشاط رقم اثنين اشرع الحديث في ضوء ما تعلمته من صفة الله سبحانه وتعالى الشكور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيل يعني من جاء بالحسنة يعني من عمل عملا صالحا وجاء بحسنة واحدة الله تبارك وتعالى باسمه الشكور يعطي له جزاء عظيما وثوابا مضعفا يصل إلى عشر حسنات أو يزيد إلى سبعمائة ضعف نشاط رقم ثلاثة يشكر العبد الله سبحانه وتعالى على نعمه باللسان والقلب والجوار ثلاث حاجات أنت بتشكر ربنا بهم اللسان والقلب والجوارح اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين تبرعت فريدة بالملابس التي لم تعد تناسبها لدار الأيتام ده شكر بالإيه بالجوارح إن أنا بعمل إيه بعمل العمل الصالح وسعيد المحتاج ظهرت نتيجة الاختبارات فقال عمر حمد لله ده شكر بالإيه باللسان بدأت فريدة بتعليم نساء الحي اللاتي لا تعرفنا القراءة والكتابة كل يوم جمعة ده شكر بالإيه بالجوارح إن ربنا أنعم عليها بنعمة العلم فيها بتعلم غيره سامع زياد المؤذن فقام لصلاة الظهر ده شكر بالإيه بالجوارح إنه هو اتبع ما أمره الله تبارك وتعالى به من فرضية الصلاة أتمت مريم حفظ جزء من القرآن الكريم فاستشارت فضل الله تعالى عليها ده شكر بالإيه بالقلب ساعد أحمد الجد نور في حملة حقائب الطعام إلى منزلها ده شكر بالجوارح إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته